وجدت الحكومة الانتقالية في أجندتها إنعاش الاقتصاد وتعزيز الاستثمار وتوفير فرص العمل للشباب حيث وقعت على اتفاقية مع مجموعة أريس تقضي بإنشاء مناطق اقتصادية لتحويل المنتجات المحلية واستثمار حوالي 500 مليار من الفرانكات الإفريقية في سبع مناطق اقتصادية وقد انشأت الحكومة في 28 يوليو الماضي وكالة لإدارة المناطق الاقتصادية الخاصة وأسندت إدارتها إلى سيد عثمان عبد الرحمن جوغرو مديرا عاما وسيدا نيكول ندوبايو مديرا عاما نائبا تم تنصيبهما رسميا من قبل الأمين العام النائب لرئاسة الجمهورية الدكتور محمد برغو حسن الذي أشار إلى أهمية المشروع وقال إن الحكومة عبر هذه الوكالة تعمل على مراقبة المشروع وتسهيل العمل فيه حتى يستفيد المواطن الكديم من استغلال خيرات بلاده خاصة اللحوم ومشتقاتها كما أشاد بإلمام المدير العام ونائبته بتفاصيل هذا المشروع الطموح مما ينعكس إيجابا على تنفيذه بشكل جيد المدير العام لوكالة إدارة المناطق الاقتصادية الخاصة السيد عثمان عبد الرحمن جوغرو وعد بانتهاج العدالة الاجتماعية في العمل والتوزيع العادل للموارد ومحاربة الفساد المالي والإداري من أجل الاستفادة القصوى من هذا المشروع تبدأ وكالة إدارة المناطق الاقتصادية الخاصة عملها بتوقيع اتفاقية مع مجموعة أريس في الخامس من الشهر الجاري وتعمل على التنسيق لوضع أول حجر أساس للمنطقة نهاية شهر نوفمبر وذلك بمدينة مندو حاضرة لوغون الغربي ترجمة نانسي قنقر